السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة للصف السادسة الابتدائي هيا بنا طالباتي نستمع إلى رؤية مدرستنا العزيزة رؤية المدرسة إعداد فتيات المتعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع أنواع متحضر محافظة على إخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة قوانين التعلم عن بعض أذهب إلى دورة المياه قبل البدء أبحث عن مكان هادئ أجلس جلسة صحيحة أطلب المساعدة لتشغيل الجهاز الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أرتدي الكمامة بشكل صحيح اتركي مسافة أمان مع الآخرين احرسي على تعقيم يديكي تجنبي تبادل الأدوات مع الغير القيمة الشهرية لهذا الشهر المشارقة أما القيمة الإسبوعية الصدق عنوان درسنا لهذا اليوم التنمو والتغير عند النباتات البوزة السالس أهداف الدرس تتعرف على أجزاء البزرة وتعد الطرق انتشار البزور الزهرة كما عرفنا عزيزتي الطالبات هي عضو التقاصر في النباتات الزهرية حيث يتم فيها إنتاج البزور بعد حدوث عملتي التلقيح والإخصاب هيا بين عزيزتي الطالبة فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 55 لدينا هنا نشاط مما تتكون البزرة الهدف من هذا النشاط أن نتعرف على أجزاء البزرة سوف نحتاج إلى بزور فول منقوعة بألماء لمدة يومين أو بزور فول معلبة وعدسة مكبرة سوف نتفحص البزور التي أحضرناها مثل هذه البزرة الموجودة أمامنا فلنفتح البزور بلطف وأنكم حذرين حتى لا نطلف أجزائها نتفحص أجزاء البزرة من الداخل وبالتالي نلاحظ وجود الجنين كما نراه والغلاف الخارجي أما باقي البزرة فيتكون من الغذاء كما نلاحظ هنا عزيزتي الطالبة لدينا بزور الفول وعند تم فتحها انقسمت إلى قسمين يوجد الجنين ويوجد الغلاف الخارجي الموجود الذي له بني والباقي هو الغذاء سوف نرسم ما شاهدنا ونقارنه بالشكل المجاور إذن مما تتكون بزرة الفول وما أهمية كل جزء فيها بتتكون من الغلاف الخارجي الذي يحمي البزرة والجنين الذي ينمو ويكون نباتا جديدا لاحقا والغذاء الذي يوفر الطاقة للجنين للنمو عزيزتي الطالبات لدينا هنا عملية انتشار البزور وهي عملية انتقال البزور من النبات إلى أماكن أخرى وما أهميتها تساعد البزور على إيجاد بيئة مناسبة للنمو فلنستمع إلى هذا الفيديو انتشار البذور تنتقل البذور بوساطة الهواء فبعض البذور لها أجزاء تشبه الأجنحة وبعضها الآخر لها سطح شائك يساعدها على الالتصاق بشعر أو فرو الحيوانات أو ريش الطيور لتنتقل إلى أماكن بعيدة وتسقط على سطح الأرض وهناك بذور تنتقل خلال جسم الحيوان بعد أن يتغذى على الثمار وحين يخرجها جسم الحيوان تلامس سطح الأرض مما يمكنها من الإنبات من جديد إذا توافرت الظروف المناسبة لإنباتها ترجمة نانسي قنقر إذن انتقال البذور عن طريق الحيوانات تساهم الحيوانات في انتشار البذور من خلال حكتين شيئين تأكل الحيوانات السمار التي بداخلها البذور ولكن لا يتم هدم هذه البذور لأنها محمية بطبقة صلبة وتخرج مع الفضلات الحيوانات وأيضا قد تلتصق بعض البذور الشائكة أو اللزجة بجسم الحيوان من الخارج وينقلها معه من مكان إلى آخر كما رأينا أيضا انتقال البذور عن طريق الرياح لتنقل الرياح البذور من مكان إلى آخر أهم ما يميز هذه البذور أنها تكون محاطة بما يشبه المزلة أو محاطة بزغب أو لها أجنحة لدينا الانتقال عن طريق المياه تمتاز البذور التي تسقط في المياه أن لها غلاف صلب يعزلها عن تأثير الماء عليها وبالتالي هذه البذور قد تستطيع الانتقال لمسافات بعيدة بواسطة الأنهار والسيون فنشاهد هذا الفيديو هذه أيضا طريقة من طرق انتشار البذور موسيقى ثانيا تشاهد هذا البذور قد تشاهد موظف قطع موسيقى إنه فقط يأخذ قليلاً ويأخذ قليلاً ويأخذ قليلاً ويأخذ قليلاً سيدة تساعد إلى المدينة مثل روكات تساعدون نوانات في كل طريق اشتركوا في القناة هذه الطريقة تعرف بانتقال البزور بالطرق الميكانيكية كما رأينا في هذا الفيديو بتنتج بعض النباتات سمارا بتحوي كميات بها سائل مضغوط في داخلها وعندما تنتج لأبسط الحرقات بتنفجر قازفها السائل الموجود داخلها مع البزور لمسافات قريبة إذن هيا عمين عزيزتي الطالبة فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 59 كيف يتلائم شكل البزرة للانتشار بالرياح؟ نعم أحسنتي يكون بعضها لها مظلات والبعض لها أجنحة وبعضها يحيط بها الزغب كيف تساهم الحيوانات في انتشار البزور؟ أحسنتي تأكل الحيوانات السمار ولكن هذه البزور لا يتم هضمها لأنها محمية بطبقة صلبة فتخرج مع فضلات الحيوانات وتنتقل من مكان لآخر أو أن هذه البزور لها أسطح شائكة أو لزجة بتلتصق بجسم الحيوان من الخارج ونقلها معه من مكان إلى آخر انتهى درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء في درس قادم بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظه دمتم في رعاية الله وحفظه